كنت قولنا بفرق عن مباراة النهاردة حتى بكيتا ده راجل لعب عشرة أصلاً بيلعب كازيميرو أو قدام كازيميرو بشوية هو عايز يلعب بفرقة كلها هجومية ماركينيوس أصلاً عنده قدرات هجومية عظيمة ده شوار راجل أصلاً كان روزت ملعب وكان لعب بكرة قبل كده حتى بعد إسرومة تيجو سيلفا وإمكانياته العظيمة جداً يعني عمل أسست النهاردة يعني وهو مدافع كل اللعبين النهاردة تحس إن كلهم يقدروا يسجلوا ويقدروا يصنعوا ويقدروا يرقصوا ويقدروا يعملوا كل حاجة منتخب متكامل جد هي الميزة كمان عند تيتي إنه هو مدرب مش فارض السيطرة التكتيكية على الفرق هو عارف إنه معاه صحرة في الكورة زي ما بنقول لعبة حريفة جداً فمديهم الحرية اللي يقدروا يطلعوا بها ده حطتهم جوا منظومة تكتيكية تخدم على ده بس مديهم الحرية بالذات لما بيوصلوا التلت الأخير بيبقى في حرية كبيرة جداً زي ما بنشوف باللقى نمار أوقات بيروح ناحية الشمال يستلم الكورة ونلاقي فينسوس دخل العمر باكيتة زي ما أنت بتقول لعيب عشر أصلاً أوقاتنا لقيم بكازيميرو أوقاتنا لقيمة كان نمار قدام هو عامل زي ما بنقول فريم تكتيكي بس مش ملزم على اللعيبة بشكل كبير مديهم فيه الحرية حرية كبيرة جداً لأنه عارف إن اللعبة دي لو زي ما بنقول إيه أجهدت قدراتها بإن أنت حطيت دوان في منطقة معانا ما تخرجش منها حجمت ده مش هتطلع بالشكل ده هو مديهم الحرية والمساحة أنهم يظهروا قدراتهم الفردية وقدراتهم الفردية قادرة تكسر أي تكتل تكتيكي أو أي تفوق تكتيكي لفريق منافس يعني ممكن أنت كفريق منافس مثلاً لو لعبوا إسبانيا منتخب إسبانيا بلويس إنريكي مدرب تكتيكي قوي جداً منتخب ملتزم جداً جداً تكتيكياً كل الالتزام ده ممكن يتفكك بالمهارات واللعبة بتاع البرازيل ده إداروا يتفوقوا عليه النهاردة البرازيل شايف اللي عمليته في المطش النهاردة أني وجهت رسالة لكل زي ما آسر قال إن أنا انسوا بقى اللي شوفتوا في دور المجموعات خالص أنا هنا خلاص الكل النهاردة أقول المرشح للبطولة هو البرازيل خلاص الموضوع نجنيسيوس عمل واحدة النهاردة تشميسة كده النهاردة وقف كده عادي يعرف اللي هو أنا عادي يا جماعة احنا عندنا طبعاً لو حد عمل تشميسة بيتعمل له فيديوهات لقطة الاسبوع هتلفع على سوشيال ميديا وهو بايشوف هياخد كامل عقد هيبدأ يتفاوض ممكن ياخد عادي عادي في التليفون بياخد عليها جهازة أفضل لعفة مصر خلاص اللي هو عملت هلذا عملت تشميسة واقف عادي يا جماعة عادي ما عملت حاجة طباً شكراً لكم